حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جانبا من فعاليات منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية 2015 والذي ينظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي للسنة الثامنة على التوالي تحت عنوان حكومة متميزة لإسعاد الناس وذلك تجسيدا لرؤية سموه لتحقيق السعادة لكافة فئات المجتمع واستعرض المنتدى الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي خلال يومه الأول عددا من الإنجازات الحكومية المحلية والعالمية التي تؤكد إصرار هذه الجهات على التميز والإبداع والابتكار في تطوير الأداء الحكومي تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية التي تضمن تطبيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى رضا وإسعاد الموظفين والمتعاملين واستقطب منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية بمشاركة واسعة من الموظفين والمسؤولين والقيادات الحكومية البارزة في الدولة استقطب كوكبة من المتحدثين المعروفين محليا وعالميا في مجال التميز والإبداع وإسعاد الناس وقدم نخبة من القيادات والمسؤولين في القطاع الحكومي مجموعة من الجلسات الحوارية التي تجسد خلاصة معارفهم وتجاربهم في مجال تطوير العمل الحكومي ويهدف المنتدى إلى التعرف على تجارب وإنجازات الجهات الحكومية في إمارة دبي وفرق العمل والمشاريع والمبادرات والموظفين الذين فازوا بجوائز فئات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لمناقشة خلاصة آراء وتجارب وإنجازات المسؤولين والقياديين في الحكومة فيما يخص مجال الإبداع والقيادة والإدارة والجودة والتميز والخدمات الحكومية إضافة إلى ترسيخ تطبيقات ومفاهيم نقل المعرفة والتعلم المستمر من أفضل الممارسات الإدارية والمهنية في مجال التطوير والجودة والتميز المؤسسي والاطلاع والتعلم من تجارب تمثل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال إسعاد الناس وتضمنت فعاليات اليوم الأول إنعقاد عدد من الجلسات الحوارية شارك خلالها نخبة من قيادات وخبراء القطاع الحكومي جسدت خلاصة معارفهم وتجاربهم في قيادة المؤسسات المتميزة حيث ناقشت الجلسة الحوارية الأولى والتي حملت عنوان الأمن مصدر السعادة أبرز الخطوط العريضة لاستراتيجية الإمارة في الحفاظ على الأمن والجهود المبذولة من الجهات الأمنية في دولة الإمارات لتوفير الأمن والأمان والاستقرار لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات وينظم المنتدى خلال يومه الثاني غدا ثمانية جلسات متزامنا تناقش أفضل الممارسات والإنجازات التي تم تحقيقها في الجهات الحكومية من مبادرات ومشاريع وفرق عمل إضافة إلى تجارب الموظفين المتميزين مما انفازوا بجوائز فئات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته هذا العام من مختلف الفئات